اهل ايجبت اهل ايجبت ايجبت ان الونجا لاعب نجران السعودي قد وقع رسميا الى نادي سعودي كبير لن يفسح عن اسم الان وقال من الصعب واصبح بل من المستحيل ان ينتقل الونجا للاهلي بعدما وقع لهذا النادي السعودي الكبير وقال لدى الونجا بعد المستحقات المالية لدى نجران وسنعلن عن اسم النادي فور الحصول على هذه المستحقات في خبر بيقول أن ذهب حسام غالي للاعتراض على حكم اللقاء عقب خروجه من غرفة خلع المنابس مما أثار غضب مانويل جزيه وعاتبه ولكن قائد الأهل رد على جزيه مما أشعل الأجواء وتدخل تريكا لتهديئة الأجواء وأنهى الخلاف قبل أن تتحرك الحافلة طريق العشري بيقولك أنا بطلب من الجهاز طبي في تجهيز أحمد عيد عبد الملك وقوكا وحليم لمباراة نادي الأهلي اللي هتكون يوم الأربع إن شاء الله طيب قبل ما نطلع الفاصل عندي كم خبر برضو تاني كده بسرعة مصدر بالجبلاية بيقول الداخلية على وشك اتخاذ قرار بإلغاء بطولة الدور العام أوضح مصدر مسؤول داخل اتحاد الكرة المصري أن الجبلاية تلقت تلميحات من وزارة الداخلية باحتمال إلغاء بطولة الدور العام بسبب انفلات الجماهير والتعصب والشحن الزائد للمشجعين وكشف المصدر أن اتحاد الكرة تلقى خطابا من وزارة الداخلية أو يتلقى خطابا عقب نهاية كل أسبوع إلا أن الخطاب الأخير جاء شديد اللهجة ويحذر من الشحن الزائد للجماهير حيث أكد على أن هذا الشحن قد يتسبب في حدوث أزمات في الملاعب مما سيؤدي إلى إلغاء بطولة الدور العام لهذا الموسم ربنا يسطرها اليوم السابع بيقول أن متحة عبدالعزيز حكم الدرجة الأولى سيدير مباراة الزمالك مع المقاولون ضمن منافسات الأسبوع الثاني والعشرين بينما سيتولى ياسر عبدالرقوف لقاء الجونة مع سموحة بالغردأ بيفرض عصام سيام رئيس لجنة الحكام سرية شديدة على التعينات خوفا من تكرار أزمة مباراة الجونة مع الزمالك والذي شهدت تغيير أطقم التحكيم عدة مرات اللي أنا سمعت هو من مصادر شخصية أن حدث تغيير في حكم مباراة الزمالك مع المقاولون حكم هذه المباراة هو كان المفروض الكابتن ياسر محمود ياسر محمود هو اللي كان هيحكم مباراة الزمالك مع المقاولون العرب اللي هاتت لها بساعة 8 ونص وتم تغييره بالأمس بعد مباراة الأهلي مع الانتاج الحربي وتم وضع متحة عبد العزيز حكما لهذه المباراة ده من مصدر موسوق منه ومصدر ثقة وهو اللي أبلغني هذا الموضوع على عكس كلام كابتن عصام سيام اللي بيقول أن فيه سرية شديدة على التعينات لا ده اللي جلنا أن حكم المباراة واللي كان متعين واللي كان مترشح واللي كان خد أردر بالمباراة لكابتن ياسر محمود وتم التغيير بالأمس بعد مباراة الأهلي مع الانتاج الحربي وخد المباراة كابتن متحة عبد العزيز الجبلية بتستعد لإطلاق برنامج فضائي للدفاع عن سمير زاهر بتستعد مجلس دولة اتحاد الكرة برئاسة زاهر لإطلاق برنامج تلفزيوني يكون هدفه توضيح أفكار اتحاد الكرة وقراراته تأتي هذه الخطوة بديلا لفشل مجلس الجبلية في إنشاء قناة فضائية وأضاف إيهاب صالح أنه سيتم الألان قريبا عن مزايدة خاصة لهذا البرنامج على أن تستقبل الجبلية العروض المقدمة من القناة الفضائية وأتم إزاعة البرنامج على القناة الفضائية صاحبة العرض الأفضل والأعلى سعرا صاحبة هذه الفكرة الدكتورة ماجي الحلواني عوجد مجلس إدارة اتحاد الكرة وينتظر أن يقدم البرنامج إيهاب صالح هو اللي هيقدم البرنامج وتأتي هذه الفكرة الرد على الاتهامات التي وجهت مؤخرا لسمير زاهر فاصل إعلاني بعد الفاصل الإعلاني نتواصل إن شاء الله مع مكالمة تليفونية مهمة جدا من داخل الجبلية من داخل اتحاد الكرة بعد الفاصل الإعلاني إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر